أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 789 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مقابل 525 حالة شفاء وحالتي وفاة خلال الـ 24 ساعة المنصارمة فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح عشرة ملايين وثمانية وعشرين ألفا وسبعمائة وواحدا وتسعين شخصا بينما وصل عدد المتلقين للجرعة الثانية إلى 9 ملايين ومائة وأربعين ألفا وسبعمائة وخمسة وثمانين شخصا ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 532 ألف ومائة وخمسين حالة فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 518 ألفا ومائة وحالة واحدة بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9298 حالة